السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني كثيرا أن ألتقي بكم مجددا طلابنا الأفاضل وطالباتنا الفاضلات في تلخيص الوحدة السابعة من كتاب المدخل إلى دراسة علم الكلام والتي تتعلق بالمعرفة في علم الكلام قبل أن نتطرق بموضوع المعرفة في علم الكلام سوف نسلط ضوء ولو قليلا على المعرفة في القرآن الكريم حيث أننا نعلم أن القرآن الكريم يؤكد على العلم ويحث على تحصيل المعرفة وهذا ظاهر في كثير من الآيات الموجودة في هذا الكتاب العزيز حيث قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأول وحي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حث على القراءة وذكر كلمة العلم بل وذكر الآلة التي يمكن للإنسان استخدامها لتحصيل العلم وهي القلم قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بعد تأكيد القرآن على قضية المعرفة والعلم أكد القرآن أيضا على الطرق التي توصل الإنسان إلى تحصيل العلوم والمعارف وحصر هذه الطرق في ثلاثة أولا الحواس السليمة والعقل السليم والأخبار الصحيحة الحواس السليمة هي من الطرق المهمة للإنسان لكي يحصل ويصل إلى العلوم والمعارف ولكن لو استخدم هذا الطريق أو هذه الحواس بطريقة سليمة وصحيحة سينتج عنها الوصول إلى علم حقيقي سليم وصحيح ومن أجل هذا لم يستخدم الكفار هذه الحواس للوصول إلى الحقيقة المطلقة والصحيحة وهو أن الله سبحانه وتعالى موجود وله صفات وهو حي وهو عالم قادر وهو الله سبحانه الذي أرسل نبيه إلى كافة الناس حيث وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بأنهم صم وبكم وعمي فهم لا يعقلون لكنهم في الواقع وفي حقيقة الحال ليسوا كذلك ليسوا بصم وليسوا ببكم وليسوا بعمي فلماذا نفى الله عنهم هذه الحواس لأنهم لم يستخدموا هذه الحواس بطريقة سليمة وصحيحة للوصول إلى أن القرآن حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى فمن ناحية أخرى فإن العقل والحواس لا يقدمان للإنسان معلومات محدودة يقدمان للإنسان معلومات محدودة وبسبب ذلك فمن الضروري أن يحتاج الناس إلى مصدر للمعرفة يكون سليما ودقيقا وباقيا في كل زمان ومصدر هذه المعرفة التي يشير إليها القرآن الكريم هو الوحي إذن منخص هذا الكلام أن مصادر المعرفة الطرق التي من خلالها يتوصل الإنسان إلى العلوم والمعارف هي ثلاثة طرق أولا الحواس السليمة حاسة الشم حاسة الذوب حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة اللمس وكذلك العقل السليم والتفكير السليم وكذلك الخبر الصحيح والصادق طرق الحصول على المعرفة في علم الكلام لا يختلف عن طرق المعرفة الموجودة في القرآن الكريم لأن علم الكلام يتخذ القرآن الكريم مصدرا أساسيا لموضوعاته ومسائله تم تهديد طرق الحصول إلى المعرفة في علم الكلام وهي الحواس الخبر العقل وتحديده بهذا الشكل مطابق لطرق الحصول على المعرفة في القرآن الكريم التي ذكرناها آنفا ومن الطرق الأخرى للحصول على بعض المعرفة الكشف والرؤية يدعي بعض الناس وبعض المسلمين أن الكشف الذي يحصل لبعض الأولياء وكذلك لبعض المتقين والمؤمنين وكذلك رؤية التي يراها بعض المسلمين هو من طرق الحصول على المعرفة لكن الحقيقة والواقع والقول الراجح أن الكشف والرؤية لا يعتبران من طرق الحصول على المعرفة وسبب ذلك أننا لا يمكننا أن نختبر صحة الكشف والرؤية لا يخضعان للاختبار نحن نمكن أن نختبر صدق الحواس يمكن أن نختبر صدق الخبر ويمكن لنا أن نختبر صدق العقل النتائج التي يصل بها العقل أما الكشف والرؤية فهما لا يخضعان للاختبار والتجربة والملاحظة فبسبب ذلك لا يعتبر الكشف والرؤية من مصادر أو طرق الحصول على المعرفة أنواع العلم العلم والمعرفة بمعنى واحد تقسيم العلم من حيث العائدية ينقسم العلم من عدة حيثيات أولا سوف نقسم العلم من حيث العائدية علم قديم وعلم حادث علم القديم هو علم الله سبحانه وتعالى وعلم الحادث وهو علمنا نحن البشر التقسيم الثاني من الحيثية الأخرى تقسيم العلم من حيث الحصول عليه نحن نستطيع الحصول على العلم إما بعقولنا وإما بالخبر النقل كما قلنا فمن أجل هذا قسم العلماء العلم إلى علم العقلي وإلى علم نقلي إذا كان العلم العقلي مستندا إلى دليل سليم وقطعي يفيد القطع فعندئذ يسمى علما عقليا برهانيا لأن دليله سليم وقطعي أما إذا كان دليله ظنيا فيه شبهة فيسمى علما عقليا خطابيا والنقلي أيضا ينقسم إلى قسمه إذا كان دليل العلم النقلي قطعيا لا شبهة فيه مثل الخبر المتواتر فيسمى هذا العلم بعلم عقلي يقيني علم أفضل علم نقلي يقيني علم نقلي يقيني لماذا يسمى علم نقلي يقيني؟ لأن دليل هذا العلم قطعي الثبت لأن دليل هذا العلم خبر متواتر أما إذا كان دليل العلم ظنيا مثل خبر الآحات فيسمى علم نقلي ظني نعيد المسألة العلم من حيث الحصول عليه ينقسم إلى قسمين علم عقلي القسم الأول وعلم نقلي العلم العقلي أيضا ينقسم إلى قسمين إذا كان دليله قطعيا يسمى علم عقلي برهاني أما إذا كان دليله غير قطعيا فيه شبهة يسمى علم عقلي خطابي أما العلم النقلي ينقسم إلى قسمين أيضا إذا كان دليله قطعيا يقينيا لا شبهة فيه يسمى علم نقلي قطعي أما إذا كان في دليله شبهة مثل خبر الآحات فيسمى علم نقلي ظني وهناك تقسيم آخر للعلم علم ضروري أو يسمى بديه ضروري وبديه عند بعض العلماء بمعنى واحد وكذلك علم اكتسابي أو استدلالي ماهما عن العلم ضروري أنه هو العلم الذي يحصل في النفس من غير بذل جهد وطاقة وتفكير للحصول أو الوصول إليه هذا العلم يسمى علم ضروري أو بديه مثل علمي بوجود نفسي علمي بوجود نفسي هذا العلم بديه وضروري لا يمكن للوصول عليه أن أفكر وأبحث وأن أستدل لا يحتاج إلى الاستدلال ولا يحتاج إلى التفكير ولا يحتاج إلى النظر فالعلم الذي لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى تفكير يسمى علما ضروريا أو بديهيا فهما بمعنى واحد عند بعض العلماء أما العلم الاكتسابي أو الاستدلالي فهو العلم الذي يحتاج إلى نظر وإعمال عقل وفكر للوصول إليه مثل حدوث العالم كيف نصل إلى حدوث العالم كيف نصل إلى هذا العلم نقول إن هذا العالم متغير وكل متغير حادث إذن فالعالم حادث فقد وصلنا إلى حدوث العالم باستدلال وبعد نظر وتفكر فمن أجل هذا حدوث العالم هو علم اكتسابي أو استدلالي مصادر علم الكلام المصادر المعتمدة في علم الكلام والتي يؤكد علم الكلام عليها كما نعلمه هو القرآن الكريم والسنة النبوية والعقل بصورة القياس المنطقي المنتج إلى هنا أتينا إلى نهاية الدرس أشكركم لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر